بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية أقامت مؤسسة اتلاف الخير حفلة تكريم وتسليم عدد من الشابات ومعيلة الأسر بأدوات المهنة بعد دورات مكثفة تلقتها في مجال الخياطة والتطريز والكوافر وصناعة المعجنات نحن اليوم هنا عضور التكريم وتمكين المتدربات لمركز الملك سلمان عبر شريكه المنفذ إتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية المحاق واحتفت المؤسسة بتسليم أدوات المهنة لخمسة وستين امرأة منهم خمسة وعشرين امرأة في مجال الخياطة والتطريز وعشرون مستفيدة في مجال الكوافير والتجميل وعشرون في صناعة الكيك والمعجنات مثل هذه المشاريع هي تعمل إلى تحسين سبل العيش وتحسين وإعالة الأسر نريد مثل هذه المشاريع المستدامة التي تعكس نفسها وتنمي وتعزز من قدرات الفتيات أشكر مركز الملك سلمان على هذا النشاط منصق المشروع في مديرية المخا غرب تعز أشار إلى تلقي المستفيدات طوال الأشهر الماضية دورات تدريب مكثفة عبر سلسلة برامج مهنية متخصصة ثمان محافظات يمنية بما فيها مديريات ساحل تعز في هذا المشروع الحيوي لتشجيع المهن التي تقوم على الحرفية اليدوية إن مشروع دعم وتمكين الشباب والشابات لتحسين أوضاعهم في اليمن أحد المشاريع الحيوية الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر شريكه المنفذ إتلاف الخير للإغاثة الإنسانية في عدد من المحافظات اليمنية وسعت مؤسسة إتلاف الخير منذ أشهر في تدريب عدد من الشباب على الأعمال الكهربائية وصيانة دراجة النارية ودعمهم بأدوات المهنة والدفع بهم إلى سوق العمل أحمد مكيبر قناة سهيل تعز